بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله من الكبائر الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به فيكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله وهذا ينافي كمال التوحيد الدليل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن أقسام الاقتناع بالحلف بالله شرعا يجب الرضى بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف بمقتضى الحكم الشرعي حسن المحلوف له لا يخلو من أحوال خمس أولا أن يعلم كذبه فلا يلزم تصديقه ثانيا أن يترجح كذبه فلا يلزم تصديقه ثالثا أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه رابعا أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق خامسا أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق المسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء والنهي للتحريم الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى الرابعة أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين فكيف بها التقسيم والتقعيد للقول المفيد